بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناة خفايا طب البديل وتفسير الأحلام سوف نرى اليوم بإذن الله تعالى العلاج النهائي والأكيد لديدان البطن والطفيليات أيضا التي تصيب البطن طبعا بالنسبة لديدان البطن والطفيليات فهي معظم البشر لازم أنهم تصيبهم هذه الديدان في أي مرحل من مرحل الحياة الخاصة بها ممكن وهو كبير وممكن وهو طفل ولكن المشكلة ليس هي أن هي تصيبك وبتشفى منها وخلاص بيانتهي الموضوع المشكلة هي أن هي في بعض الأحيان حتى عند خصوص الناس الكبار بتتحول إلى متلازمة ديدان البطن أو متلازمة الطفيليات طبعا بالنسبة لي ديدان البطن متى ما بتكون موجودة ديك بيحدث لي الكثير جدا من الأعراض الخاصة بها وبتسبب الكثير جدا من المشاكل في الكثير جدا من الأحيان الناس ما بتعرفش أن هي لديها ديدان بطن أو طفيليات في الجهاز الهضمي إلا بعد سنوات كثيرة جدا واحتمال حتى بالصدفة واحتمال لمن تكون موجودة لديه هذه الطفيليات لأن الديدان ممكن فيه نسبة احتمال أن هي قد تخرج مع البراز وتنتبه أنت لها فيه احتمالية لأنك أنت تكتشفى هذا الموضوع أما الطفيليات فهي عدوى بتصيب الجهاز الهضمي ولكن غالبا أنت بتعرفش بدون جدا لديك بالنسبة للطفيليات وأكتر شيء الديدان المعروفة يعني اللي هي الشائعة اللي هي الدودة الدبوسية والدودة الشريطية اللي بيكون القضاع لها ليس بالأمر السهل بالنسبة للطفيليات فهي يمكن هي تتكاتر داخل الجهاز الهضمي لكن بالنسبة للديدان فهي بتضع بيوض لها داخل الجهاز الهضمي في جدار الأمعاء والقناء الهضمية يعني ما بتتكاترش اللي هي بالانقسام يعني الخلوي اللي بنعرفوه جميعا المهم بالنسبة للدودة الشريطية تعتبر من أكتر 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 الديدان المنتشرة في الوطن العربي أسباب طبعا الوجود هذه الديدان أو الطفيليات في جسم الإنسان أولا المياه الغير نظيفة سواء كانت مياه الترعة أو المياه اللي بتكون مش مغطاة بشكل جيد هناك كتير جدا من الناس اللي بتشرب من الأبار الجوفية أو اللي بتشرب من مكان ممكن ما بيعرفوش هناك قطة أو هناك شي تاني حيوان أكرمكم الله بيشرب من ذلك نفس النبع يعني أيضا الغداء اللي ما بيكونش مغطا بشكل جيد اللي هو الغداء الغير نظيف أيضا بعض قرصات البعوض يمكن أن هي تقوم بوضع البيض الخاص بها أيضا بعض الخضروات على سبيل المثال اللي ما بتكونش مغسولة بشكل جيد بيكون فها بيوض طبعا البيض الديدان هذه وعندما أنت بتأكلها تلك البيض بتفقص في الجدار أو في المعدة بشكل عام وبالتالي بتنتشر هذه العدوى أيضا هناك سوء النظافة الصحية وأيضا ضعف المناعة وأكل اللحوم اللي بتكون نيئة أو غير مقبوخة بشكل جيد أو تحت درجات حرارة عالية الأعراض الخاصة بديدان البطن أو الطفيليات بشكل عام هي فقدان الشهية أيضا الجوع مع فقدان الشهية ممكن أنت بتجد نفسك أنك أنت جائع ولكن في نفس الوقت بتجد أنك أنت مثلا لديك طبعا عدم أكل أيضا السعال الآلام في البطن الانتفاخات وكترة الغازات الموجودة في البطن مع السعال أحيانا إنسان بيجد أن هو بيسعل أيضا فقدان الوزن بالرغم من الأكل الغير مبرر أحيانا عندما تأتي أنت في وجبة الأفطار هذه تحديدا في وجبة الأفطار عندما تقوم بمحاولة الأكل أو بتأتي بالأكل أمامك مجرد أنك أنت تشيل الأكل هكذا وبتشم يعني أنك أنت في البداية بترتفع رائحة الأكل مثلا إذا حبيت أنك أنت فتأكل شيء فبيبدأ المغص هذه لأن الديدان والطفليات فهمت بشكل أو بآخر أن الأكل هو جاهز ورح ينزل في المعدة فتبدأ في الحركة وتخرج من أماكنها وبتسبب ذلك المغص ومن أكثر الأشياء اللي معروفة بها طبعا ديدان المعدة كما سبق وتكلمت لهي الغازات وانتفاخ البطن هذه هي أكثر شيء أحيانا أيضا البراز إلى حطنا موجود لديك طبعا براز رخو أو براز ما بينزلش يعني بالشكل السليم الخاص فيه فهنا يكون لديك إما ديدان أو طفيليات أو ديدان وطفيليات الاثنين مع بعض العلاج الخاص بهذه الديدان العلاج يجب أنه هو يكون علاج مظبوط يعالج الطفيليات ويعالج الديدان ويعالج ويكافح بيوض الديدان اللي أنت أحيانا بتاخد بعض الصيدليات بعض المطهيرات إلا غير ذلك بتقتلك صح الديدان ولكن آآ بتكون غير قادرة على الدخول إلى مستعمرات الديدان وبيوضها الموجودة داخل الجدار المعدة الحل لا أريد الإطالة عليكم الحل بسيط جدا والحل سهل جدا ويمكن مباشرة البدء فيه آآ بتاخد من أسبوع إلى غاية عشر أيام بينتهي الأمر نهائيا وإلى الأبد لدي عدد طبعا وصفات سوف أبدأ ليكم بالوصفة القوية جدا 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 واللي يمكن أن تبدأ مباشرة وبعد ذلك سوف أعطيك وصفات أخرى ممكن للأطفال ممكن للكبار ممكن لبعض الناس اللي هي بتكون تعاني من بعض الأشياء اللي متستطيعش أن هي أو غير قادرة على أن هي تاخد الوصفة الأولى الوصفة الأولى قوية جدا 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 وفها مرارة كبيرة لكن مفعول بها مباشرة وأكيد وجدري مباشرة راح تشوف أنت أكرمك من الله الديدان وهي نازلة في البراز الخاص بك يعني راح تشبح أقوام يعني من البراز أو من الديدان الموجودة في البراز الخاص بك يكاد بالكامل يكون باللون الأبيض أيضا ممكن أنت بتحدث لك نوعا ما من الصدمة نايمة تخرج بعض الديدان اللي هي طولها بتجد أنه هو طول رهيب جدا يعني شكلها غريب جدا فما تستغربش من هذا الأمر فعلى بركة الله راح نبدأ بالتالي أول شيء أول شيء أول شيء أول شيء راح نبدأ بالخلطة أو بالوصفة الموجودة لدينا لكن هذه الوصفة في المرة الأولى أنت ما تستطيعش أنك أنت تقوم بها لأن الديدان راح تشعر بتلك المادة و راح تختبئ في الأوكار ومستعمرات الخاص بك المعالى بركة الله أول شيء بتحضر ثلاث أشياء اللي هي بتحضر شيح وتحضر التوم وتحضر القرنفل تمام بالنسبة لهذه الخلطة في المرة الأولى زي ما قلت لك ممكن تعطاها لي صديقة و تعطاها لي زوجتك و أنت تكون خارج المنزل و يستحسن أنك أنت أصلا ما تقومش بها في المنزل الخاص بك لأن الرائحة الخاصة بالشيح راح تبقى في المنزل مهم يتقوم بها شخص آخر و يضعها في قنينة و بيأتي بها لي تأتي تاني يوم على الريق تخلط طبعا أنت الوصفة هذي كيف راح تعملها تخلط طبعا مقدار من الماء مع مقدار من القرنفل يمكن أنك أنت طبعا تضع نصف ملعقة أو ملعقة يمكن أنك أنت تقوم بإضافة إليها الشيح يمكن أنك أنت تضيف كميات لا بأس بها طبعا من الشيح مع كل كاسة من كاسات الخليط هذا راح تضع رأس من التوم أو ثلاث رؤوس من التوم التوم اللي هو أنتبه جيدا الرؤوس اللي بتكون طبعا صغيرة مثل هذي ما تخلش الرؤوس الكبيرة جدا اللي بتكون الرأس العادي جدا هذا تقوم بتقشيرة هكذا وتقوم بتقطيعة هكذا وتضع ثلاث رؤوس في كل كاسة من هذي الخليط بعد ذلك في اليوم الأول ماذا راح تعمل أنت راح تأتي بقطعة من اللحم اللي تكون مشوية أو تكون مطبوخة تقوم على الريق بعد أن حضرت أنت هذا الخليط حضره لك شخص ما أو وضعت أنت طبعا في قنينة وضعت طبعا في التلاجة أو شيء من هذا القبيل المهم تأتي أو ممكن أنت بتكون خارج المنزل وبتقولهم يحضروا لك هذا الشيء مباشرة تأتي بقطعة لحم يجب أن هي تكون على المعدة خاوي يعني على الريق تقوم بمضخة قليلا وبلع اللعاب الخاص بهذه المادة تقوم ببلع اللعاب الخاص بهذه القطعة اللحم لماذا لكي طبعا أنت اللحمة مش هتقوم ببلحها إياك أنك أنت تقوم ببلحها أحضر فقط تنضغها هكذا وتخلط اللعاب اللي بيختلط معها هذه قطعة اللحم وبترميها وبتبلع اللعاب هذه رح تكون بها بس اليوم من الأولين الخاصة باللحمة بعد ذلك خلاص بتصير تشرب هذه الخلطة على الريق وخلاص عندما ينزل اللعاب الديدان رح تقوم بملاحظة أن هناك طبعا وجبة دسمة اللي هي نزلت فمباشرة رح يخرج أكبر عدد يتسابق خصوصا على الريق لأنها بيكون في حالة جوع مباشرة رح يتسابق على هذه الوجبة اللي نزلت مباشرة أنت بتتبحها بكاسة أو كاستين من خليط الشيح وخليط القرنفل وثلاث قطع من التوم أيضا في هذه الفترة في هذه الفترة في هذه الفترة يمكن أنك أنت بعد كل وجبة مثل وجبة الغداء وجبة الافطار اللي هي وجبات السريعة بعد كل وجبة تقوم باتباع أو تاكل معها رأس من التوم تقوم بطبعا يجب أنك أنت هكذا تقوم بتقشيرة أو أيضا تقطيع في كاس من الميج بذلك لكي عندما يأتي الديدان وتخرج لأكل ذلك الأكل مباشرة رح تجد المضاد الحي ورح تجد العلاج الخاص بها العلاج الفتاك اللي بيقوم بتسميم الديدان طبعا الشيح والشيح والتوم هذا وظيفة أنه هو يقتلك الديدان اللي الآن موجودة والعدوى الفيروسية مع باقي الطفيليات والديدان القرنفل وظيفة الخاصة به أنه هو بدعم دخول بيعتبر أقوى مبيد للحشرات ومبيد للديدان بيدخل إلى بيوت تلك الطفيليات أو بيوت تلك الديدان في جدار المعدة وفي القناة الهضمية ويقوم بالقضاع لها مباشرة ونهائيا هذا شيء يجب عليك أنك أنت تفهمها هذه الخلطة رح تاخد منها كأس على الريق أو كأسين الخلطة الثانية اللي يجب أنك أنت أيضا تاخدها مع هذه الوصفة ولكن بالليل بالليل بتاخدها بالليل بتأتي بشبت نعم شبت العادي شبت العادي انتبه جيدا هذا الشبت شبت العادي شبت هذا اللي انت شايفه شبت هذا شبت هذا لديه أيضا قوة غريبة جدا 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 في القضاء على الطفيليات وفي القضاء على الجاراتين صفة عامة مع إضافة البصل الأخضر اللي هو هذا إلى الوجبات الخاصة فيك خلال فترة العلاج اللي هو البصل العادي هذا المتوفر طوال السنة البصل العادي جدا سعره رخيص جدا هذا أيضا بيعتبر من أقوى المضادات الحيوية ومطهيرات المعاوية على وجه الأرض الأقوى على إطلاق هذا بتقوم طبعا بغلية تغليه في لتر من الماء كل حزمة مثلا هذه حزنتين أنا كل حزمة من هذه الحزم تقوم بغليها في لتر من الماء بعد ذلك طبعا تقوم بشربها بالليل مع أيضا كل كأسة بتضعفات لا ترؤوس من التوم عند استخدامك أيضا للشبت راح تلاحظ أنت خروج الديدان ميتة بكميات هائلة وبكميات كبيرة جدا 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 لدينا وصفة تالتة يمكن أيضا استخدامها وهي وصفة العسل راح تضيف لها التالي اللي هو بودور اليقطين اليقطين الأحمر متواجد في أي منزل تاخذ البودور وبتجففها أيضا بودور البابايا يمكن أنك أنت تاخدها وبتجففها مثل 50 جرام من بودور البابايا مع 50 جرام من بودور اليقطين مع 50 جرام أو 60 جرام من بودور أو من قشر الرمان قشر الرمان وأيضا لو حصلت البودور بيكون كويس ما حصلتش القشر الخاص به بتقوم بوضعهم للثلاثة مع بعض وتقوم بخلطهم مع نصف كيلو من عسل السدر أو العسل الأسود يجب أنهم يكونوا أصلي لو ما كانوش أصلي لو ما كانش العسل أصلي راح يزيد الطيم بلى لأن الديدان شاريها جدا اتجاه السكريات إذا كان العلاج هذا أو إذا كان العسل هذا عسل مغشوش فرح تسبب مشكلة تانية ورح تقوم بتقوية الديدان لكن إنت ابحث على العسل الأصلي رح تعرفه بسهولة المهم على بركة الله رح تأخذ يوميا على الريق اللي هو هذا بالنسبة للأطفال رح تأخذ يوميا على الريق ملعقة من هذا الخليط ورح تبقى من ساعة إلى ساعة ونصف ما تكل الشيء وما تشرب الشيء بعدها إلا عند الضرورة إذا عطشت أو شيء من هذا القبيل المهم بتشربها لمدة مثل من أسبوع إلى غاية شهر ورح تلاحظ اختفاء جميع الجراتيم والبكتيريو والطفيليات والديدان كل شيء بجميع أنواحها رح يتم القضاء عليها لماذا؟ لأن جميع هذه المواد اللي أنا سميتها وأيضا يمكن يضاف القرنفل أيضا لمساعدها في اختراق جدار المعدة وصول إلى الأماكن تبويض أو إبادة هذه الديدان طبعا الرمان هذا القشر الخاص به لديه أحماض قوية جدا في محاربة وتعتبر سامة للغاية علميا مكتوب هكذا سامة للغاية اتجاه الديدان والطفيليات بتقوم بأخذها هادي بيوجد فيها طبعا حمض التانيك وحمض الأليجيك الأحماض هادي مباشرة عندما تنزل إلى المعدة رح تقضيلك على جرتومة المعدة الـ H-Pylori أو الـ Helicobacter pylori وأيضا الديدان والطفيليات وكل شيء رح يتم تسميمها بالكامل والقضاء عليه بشكل نهائي نهائي وإلى الأبد رح ينزل طبعا الديدان رح تخرج لأكل العسل أو رح تشعر بأنه موجود فيه ربما سكر وشيء من هذا القبيل وعندما تأكل رح تأكل هذه الخلطة وبالتالي رح يتم تسميمها بالقرنفل اللي بيحطم الحمض النووي أو بالقشر الرمان أو بيمكن أيضا أكل توم بعدها مباشرة لضمان الشفاء التام طبعا المشكلة هي زي ما قلت لك هي مشكلة أن هذه الطفيليات تصبح متلازمة والإنسان ما عنداش كافي يكتشفها إلا إذا راح قام بعمل تحليل ستول أو تحليل براز في المعمل اللي كي يكتشف إذا كان موجودة في الماعدة خاصة به طفيليات ممكن بتكون هذه كثير جدا من ألام البطن اللي بالتالي بينتج عنها عدم الامتصاص اللي بينتج عنها الاكتئاب والأمراض النفسية وأيضا بينتج عنها الهزال والتعب العام وعدم القوة أو عدم البأس وعدم الامتصاص اللي ما إنسان يعني تجد أنه هو هزيل جدا ودائما تعبان فهذه كلها بتكون احتمال إنها من خلال الطفيليات بتكون ناتجة عن الطفيليات والديدان الموجودة في الجهاز الهضمي أيضا الفلفل الأحمر هذا الفلفل يعني الحار العادي هذا أيضا بيعتبر مضاد قوي جدا 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 وقادر على الفتح بجميع الديدان وخصوصا الديدان الدبوسية والشريطية في الجهاز الهضمي مباشرة ناس التي لديها قرحة أيضا ما بتخافش من الفلفل الأحمر إنها أصلا بيعتبر علاج للقرحة لوجود مادة الكبسيسين الموجودة داخل هذا الفلفل المهم هذه هي الأشياء اللي يمكن أنك أنت تعملها طيب هل هي الأكيدة ومجربة وبالفعل أتبت نجاعتها؟ نعم بالفعل أتبت نجاعتها من خلال أسبوع إلى غاية عشر أيام راح تشعر بالاختلاف وبالفرق المرتين الثلاثة الأولانيين راح تلاحظ أنت بعينك نزول الديدان بشكل كبير جدا 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 يمكن بعد هذه أنك أنت تعمل هذا الشيء مثلا تشفى أنت من الديدان يمكن مباشرة أنك أنت تاخذ أي مثلا منظف للمعدة لجلي المعدة بالكامل من بقايا هذه الديدان والطفيليات تاخذ إما زيت خروع أو حبوب فهم أو بتذهب للصيدلية أو السنة مكة تاخذ أنت طبعا أي مساهل بتذهب للصيدلية بيعطي للك خلاص أو ملح إنجليزي بتجلوا هذه البقايا الخاصة بالديدان موجودة في الجهاز الهضمي هذه هو الموضوع بسيط جدا وسهل جدا وهذا هو العلاج الأفضل اللي يمكن أنك أنت استخدمها بالنسبة للخلطة الأولى الخاصة بالشيح ومكونات الأخرى اللي ذكرناها وخلطة الشبت راح تعملهم يومياً لاثنين مع بعض مع إضافة زي ما قلت لك البصل الأخضر وغير ذلك إلى الوجبت كان هذا هو الموضوع لكم أي وصفات أخرى قمتوا أنتم باستخدامها أو يمكن أنك تتخلط جميع هذه الوصفات لكي تشفى في خلال ممكن ثلاثة أيام وأربع وعيام ما بتعمل وصفة العسل مع الشبت مع كل شي بتعمله في مرة واحدة أعادي جدا هذا هو الموضوع بكل اختصار بكل راحية ديك كي مش لأي استفسار كلم من بشرة أولاين 24 إلى 24 شارك هذا الفيديو انظر أسرى للفيديو تجد كلمة مشاركة اضغط على بيضهرولك العلامات من ضمنها الفيسبوك قم بالضغط على مشاركة واعطاها نشر لكي يستفيدك برعدم الناس أيضاً أي استفسار أي سؤال آخر قم بالنزول وتجد إضافة تعليق إذا كانت هذه المرة شارك القناة الخاصة بنا تجد كلمة سبسكرايب اشتراك قم بالنقر على السلام